كاملة دايماً بتسمع لممثلينها، دايماً، آه، ده حقيقي كت بتقعد بتقول لك إيه يا حاتم؟ يعني إيه الحاجات اللي كانت دايماً كاملة بو ذكري المخرجة اللي بنوجه لها تحية كبيرة جداً؟ كت بتقول لك خد بالك من إيه؟ اللي مايفلتش من شخصية أكرم؟ بوسي أنا يعني طبعاً يعني غير إن أنا محظوظ جداً إن أنا اشتغلت معها هي شخص حساس جداً، جداً يعني مرهافة الحس قوي فكل لحظة ما بتعديش، مش ليه كممثل لأي حد فيه فلتر جواها وهي بتتفرج علينا الحاجة اللي ما بتصدقهاش، ما بتاخدهاش وبتصر إن هي تاخد الحاجة اللي بتصدقها وإحنا كنا في المسلسل ده بالزيت في ظروف صعبة إحنا ما بنصورش في كومباوند أو بنصور في أماكن شبه حقيقي يعني لهم ما شفوها على الشاشة من خلال المسلسل بطلوع الروح هم كانوا فعلاً الممثلين مرعوبين لإنتوا كنتوا بتصوروا في أماكن خطر جداً جداً بدليل كمان إن الراجل اللي اتخطف اللي هو أستاذ صادق بالزبط، بس أقولك على حاجة إحنا على قد ما كنا أكيد مش مرعوبين لمرحلة لا بالعكس إحنا كان حوالينا ناس بتأمننا وتصويرنا نفسه يعني يمكن الرعب جاي من فكرة إحنا طول الوقت شايلين أسلحة يعني يعني طول الوقت فيما جميع كتير شايلين أسلحة وعلى حدود سوريا بس الحقيقة إن إحنا أغلب الوقت كنا كنا حاسين حوالي يعني كان فيه توافر محميين محميين تحقيقي فالظروف دي مع مخرجة ما بتاخدش أي حاجة فدي ده ظرف صعب جداً محتاج حد يعرف يوصل لك هو عايز إيه فهي كانت في ظل الظروف دي كانت بتعاملنا كأننا يعني اللي هو أنا عايزة كذا بالراحة جداً وبهدوء وبيننا وبين بعض وده ممكن نعمل كذا طب نجرب كذا ونسمع قبل المشهد نعب مع بعض نتكلم في مشاهد كتير كنا منتكلم وبعد المشاهد يلا نخش نعملها ما فيش في حالة من من القدسية كده اللي لحظت للمشهد فهمت وبردو منا برضو ممثلة برضو من عايزة اسألك بقى انت ومنا يعني انت ومنا كنتوا مقصرين الدنيا ايه اكتر مشهد انت حبيته كان بينك وبيننا شالل الحقيقي ان انا يعني اغلب المشاهد اللي كانت بيننا لان احنا في لحظة من اللحظات كنا في لحظة من اللحظات كنا كنت بسيبها وانا بروح للصحرة فانا كنت عارف ان مشاهدنا محدودة يعني مشاهدنا لغاية نص المسلسل تقريبا فتقريبا اغلب المشاهد كانت مشاهد لان من اول لحظة يعني بعد في اول حالة بقولها يلا نروح الرقة وبعد كده انتو في الرقة فكل مشهد فكل مشهد تقيل يعني كل مشاهد تقيلة فلا بالعكس انتو المشهد اللزيز اللي هو قبل ما كنت تمشي تاني يوم اللي هو قبل ما تسافر هو ده المشهد الوحيد اللي استمتعنا بين الراجل وامراته وقاعدين لزاز مع بعضه وهو تحس ان هو حلم المشهد ده ما تحسيش انه هو كان مشهد حقيقي ممكن ما يبقاش ضار بينه وممكن يبقى ضار بينه وهي ده فكرة لزازة الحكايات ولزازة اني تبقي شغالة مع كاملة هي ده شطارتها انت مش عارب فعلا لو ده هي بيتهيق لها ولا ده بجد ولا ده بيحصل بالضبط هم عملوا كده فعلا هو جاب بالازازة وكذا وكذا ولا ما عملش كده وهو ده فكرة تفتيح الدماغ والخيال انه هو ايه اللي حصل فعما فبس فدماش اصعب مشهد بالنسبة لك او من المشاهد الصعبة مش هقول لك لان هو كان كله مشاهد صعبة بصراحة بس من اصعب المشاهد في بتلوع الروح يا اكرم انا سيداني عادة مع اكرم من اصعب المشاهد الحقيقة ان انا يعني مفيش يعني كل المشاهد كانت مشاهد مش بسيطة المشاهد كانت كلها فيها شغل مشاهد كان كلها فيها تركيز وكذا وكذا فيمكن الصعوبات عادة بتيجي من صعوبات بقى لما يبقى بس مش المشهد صعب لا يبقى كمان فيه ظروف جوية صعبة زي مثلا المشهد اللي احنا كنتب قولها فيه يلا نروح اللي هو بنتقبل عالحدود وباب معايا الولد المشاهد دي هو من صعوبة قوي في بيروت بيروت الجميلة من صعوبة قمة جبل فوق عالي جدا والمنطقة في اللحظة من اللحظات احنا كنا بنطير يعني كنا فعلا في الشتاء في الشتاء اللي هو فيه حاجة يعني من المشاهد الحلوة كمان اللي انا حبيتها اللي هو كان اول لما وصلته تركيا وروحته تعشيته او تغديته صاري تغديته مع انت ومنا والولاد وصاحب باباها بالضبط وشفت عمر ده كان اول مرة ما ظهر اول مرة يظهر اه اول مرة يظهر ده من المشاهد اللي انا حبيته جدا جدا برضو في بتلوع الروح ده حقيقي انت بالنسبة لك الخطوة دي بتلوع الروح هسيبها ازاي دلوقتي في وسط كل اعمالك يعني خطوة طبعا خطوة مفيدة جدا جدا يعني خطوة مهمة وان انا ابقى شغال مع ناس قوية دي حاجة اكيد بتضيف يعني خطوة تضيفلي في حياتي وثقة طبعا كبيرة من استاذة كاملة ويعني خطوة مهمة اوي 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 بس انا يعني من بعد بنورها باهلها وبتلوع الروح يعني في حالة نشاط لمحمد حاتم جمدة جدا وحالة النشاط دي متغيرة يعني من دور لدور وانت انت نفسك من شخصية لشخصية متغيرة هل النهار ده كان نفسك الدور اللي جالك اللي هو دور اكرم ده حبيته ويعني كنت عايز تعمله ولا كنت ممكن تختار دور تاني يعني في مسلسل بتلوع الروح بصي مسلسل مليان شخصيات حلوة الحقيقة بس انا بالنسبالي دور اكرم انا حاسس ان هو يعني اتولد على دينا وانا كنت جزء من ولدته بالشكل ده فبالنسبالي هو غالي علي وعزيز علي يعني بحس لا بحس ان انا الشخصية دي شخصية يعني لا نفسك في جزء تاني؟ انا سألت طبعا قالوا لي لا بس يعني الموضوع مش سهل قوي انا مش عايزين نعمل حاجة خلاص يعني يعني لو في جزء تاني كويس اكيد هيبقى نفسي فيه يعني لو في جزء تاني بيطور الشخصية دي وودها في حتة تانية ابعد وفيها حاجات اكيد مش اقول لا يعني بالعكس يعني يعني مني ادايق انه ياخد شخصية حلوة وهو عملها وعملت صدا كويس نعم 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 نعم